زي ما قلت حضراتكم من شوية بحسب مصادرنا في النادي الأهلي النادي الأهلي أنهى الاتفاق على ضم محمد الضاوي كريستو لاعب ومهاجم فريق النجمة السحلي التونسي جيمي بقى يقول لنا مين هو؟ مين هو؟ حمد الضاوي كريستو وهو لعب خريج أكاديمية النجمة السحلي أكاديمية النجمة السحلي في تونس واحدة من أفضل أكاديميات اللي بتطلع لعبين ممكن اللعبة التوانسة موامر أديل أولا؟ مواليدة 2003 آه 19 سنة. 19 سنة وأربعة شهور أو خمس شهور. لعيب ظهر بشدة. الموسم الحالي تحديداً. مع الفريق؟ تواهج مع الفريق الأول في النجم الساحلي. لعيب مركزه الأساسي ونطلع بس البوزيشنز بتاعته اللي بيلعب فيها. هو بيلعب في الثلاث أماكن الكريم لتحت الفرود. بيلعب في مركز الجناح اليمين والجناح الشمال. لا إيه الصورة الثانية؟ بيلعب مركز الجناح اليمين. هنجع لدي تاني بس بعد شوية. بيلعب في مركز الجناح اليمين وبيلعب في مركز البلاي مايكر وبيلعب في مركز الجناح الشمال. لكن المفضل لي أنه بيلعب المركز الجناح اليمين والبلاي مايكر والجناح الشمال. لكن هو الجناح اليمين هو أكتر مركز يشتغل فيه. أكتر مركز يشارك فيه. أكتر مركز مؤثر فيه. بعديه بيأتي مركز صالح الألعاب. وهم مركزين متأسرين. وأيمن ألا أشوال؟ أشوال. أشوال. لكن هو بلعب بالمناسبة رجل اليمين طبعا بعيدة خالصة عن الشمال لكنها جيدة القدم اليومنى جيدة يعني نرجع بقى للصورة اللي بعديها الصورة الثانية اللي هي كانت قابلاها هو في الموسم الحال يا كريم لها في 6 مباراة ساهم في 6 أهداف سجل 4 أهداف وصنع هدافين نسبة جيدة جدا من كم مباراة؟ 6 مباراة 6 مباراة عمال إيه ثانية مباراها؟ ساهم في 6 أهداف ساهم في 6 أهداف سجل 4 أهداف وصنع هدافين في أول 6 مباراة للنجم الساحلي يعني بمعدل هدف في كل المباراة سواء تسجيل أو صنع مليون في المن عظيم جدا نشوف هادي الصورة يا جماعة اللي بعديها محمد الضوي كريستو يا كريم حالة غضب جمهارية كبيرة جدا داخل الناس هي دي دي الأماكن اللي سجل منها بقى هو لعب 4 مباراة في الجناح الأيمن لعب مباراة في البلايميكر سجل من الجناح الأيمن وسجل من البلايميكر حمام سوسا وهو بيلعب سجل أمام ستاد تونس هو بيلعب في الرايت وينج سجل تاني أمام قبيلة شيبة في رابع مباراة النجم الساحلي في الدوري سجل هدف وصنع هدف من الرايت وينج فهو الرايت وينج والمركز الأساسي كمان سجل هدفين في مباراة حمام سوسا من الاتاكين جيمت فلد هو مركز صناعة اللعبة فهو بيلعب أكتر اتنين مغيثين فيهم لكن وخلينا اقول لك بتاحت لكن دي خطوط كتير جدا فاكتر من تصريح لمارسل كولر مارسل كولر بيحب يلاعب اللعيب على عدلاته يعني ايه ما بيحبش الوينج العكسي يعني هو اشوال يلعب على الشمال اشوال يلعب على الشمال هو بيلعب على الشمال لكن قوته اكتر في الناحية اليمين واعتقد انه يبقى نافع اكتر في الناحية اليمين خلينا نشوف بعض اللقطات لي وبعدين هقولك هو ليه قدر رجع بس ما عليش اللقطة لي تاني رجع اللقطة لي تاني رجع اللقطة لي تاني قبل بس ما نجيب اللقطة لي والتسجيل اللي في مهارك بيرا جدا رجع فريم كمان بس عشان ما تبقاش تبقى واضحة رجع فريم كمان بصا كريم بس ايوة وقف هنا بصا كريم انا دايما بدور في اللاعب صغير السن بعند وعي تكتيكي الكرة دي معمولة كرة طولية وبرغم ان هو متسلل بشيء بسيط جدا مع اللعيب اللي هناك ترك الكرة بصا يرفع ايده دلوقتي ان هو بره الكرة تماما كمل 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 خلاص رفع ايده ان هو خارج الكرة سابها للرجل البكرايت اللي طالع مغطي بعدين استلم الكرة هيبتري يشتغل يلا شغالها بقى على عدلتها ايدي الاولى دي في الدور التونسي كم فريق الاول طبعا ايدي الاولى ارجع تاني رجعه تاني بعدين سجل بالقدم اليسرى الهدف طيب روح ليه نروح ليه الهدف الكرة اللي بعدية خلاص جبنا دي خلينا نروح ليه اللقطة اللي بعدها لعيب قدم اليسرى يا كريم مراوغ جايد جدا واليومنا كمان شغال لسه كنت بقولك كده من شوية قلتلك اليومنا كمان شغال اه دي مراوغة باليسرى وتزديدة باليومنا ايضا في الدور التونسي هذا الموسي ممتاز يلا اللي بعد اللي بعد لا ارجع 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 هي اللعبة كلها في الاولانين بصك ري لعيب سريع جدا المراوغ فيه دايما كنا نجي نتكلم في بعض الامثلة كده لعيب بيشتغل على الترناتو حركة الوسط يعني مهارته مش بس في رجليه لا ارجع 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 هتالي من اول هتالي هتالي وثبتها قبل ما يععد بس ثبتنا ميزة كريستو انه لعيب والناس هتتفرج على ده بيستخدموا وسطه في الطرقس كان عندنا بعض اللعبة زي واليد صلاح الدين زي جمال حمزة تحديدا اللي كان بيلا في مركز المهاجم هو بيرقص المهاجم قبل ما يروح له ما بيرحلوش وبعدين يرقصه برقص المدافع قبل ما يروح له كريستو كده الستايل بتاع اللعيب اللي بتحرك بوسطه وسطه مارن جدا فبيقدر انه يرقص العيب قبل ما يروح له بشكل جيد ولعيب سريع جدا في الترانزيشن هجيب لك لقطتين مهمين هقولك ليه اختاروا مارسي الكولر واضح انه لعيب جيد واضح انه لعيب موهوب لكن مش هيدي القضاء يكمل الكورة بقى على عدلتها الراجل خدوه بسرعيته ورقص الراجل وقع طبعا كمل على عدلتها بسرعيتها عادي وهدف يلا كمل اللي بعد اللي بعد بس وقف هنا ارجع 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 احبتلك يا كريمة هجاوبلك على سؤال مهم جدا هو ليه مارسي الكولر اختار العيد لك منه كان فيه اكتر من لعب معروض على النادي الاهلي في الفئة السنية دي زي ما قلنا النادي الاهلي حق دي انه يتعاقد مع لهي فوق السن لعيب مولد الالفين واحد لعيب مولد الالفين وتلاتة ف دايما واحنا ميتكلم على الاهلي هنا يا كريم مع مارسي الكولر من اول مباراة مارسي اه ما تشغلش ما تشغلش واقف مارسي الكولر يا كريم بيستهدف يشتغل على ايه من لعيبة اللي تحت الفرود والفرود والجموعة الأمامية ضغط عالي ضغط طول الوقت ضغط عالي وضغط طول الوقت نشوف الكرة دي وهو بيعملها في أود ست مباراية بس في دورة تونسي كان مرة يلا ضغط ضغط قطع راح ده اللي يهمني راح رقص وشاط خلاص هات اللي بعدي وسيكة هات اللي بعدي مش متصربة انه قطع الكور نفس القص دخل قطع التمريرة من الدفاع حطها آه لنهاء كان صعب لان الجون تلع عفل عليه لكن نفس الضغط اللي دايما بيستهدفه مع اي لعب بيلعب في الرباعي الامامي سواء البلايميكر الجناحين او الفيرود اللقط اللي بعديها بصها كريم بص اللعيب ده نازل فين ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع بصها كريم بصها كريم رقصfox رأي من pen رائد ده نازل من الجناح فين اللعيب الاصفر ده اللعيب الاصفر ده ده لعيب المنافس هو نازل بيضغط فين في وسط ملعبه علشان اخدوا كله رعيب أجريسف جدا في الضغط رغم أن جسمه صغير يا كريم لا يبقى جنسف جداً في الضغط ضغط وخد الكرة وتاني وتالت ورابع دي من ضمن أولويات مارسل كولر اللي بتخليه لعيب زي طاهر محمد طاهر أهم جناح عند مارسل كولر الجزء اللي بيعمله في الضغط العالي والضغط العكسي كمل كمل بص نازل من فوق برضو يا كريم كمل 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 أبقى رعدتها ضغط خد الكور خد الكور كمل تاني نفس الأمر نفس الأمر ضغط خد الكورة عينه جيدة جداً بيروح يضغط الضغط العالي اللي بيدور عليه مارسل كولر ده السبب لم أول سؤال هل مارسل كولر اللي وافع عليه ولا موافعش عليه قبل ما تسأله تثق في المعلومة دور وشغل دماغك هل ده المؤسفات اللي بيطلب مارسل كولر من كل الأجنحة الموجودة في النادي الآن إنها تنفس ده جبنالك في البداية الراجل ده قدراته الفنية وبيسجل إزاي جبنالك بعض أهدافه وجبنالك هو ليه بيعمل ده آخر حاجة معنا السبب التاني هو ليه مارسل كولر تعاقد معاه الأهل عنده مشكلة في الترانزيشن وقف هنا في الترانزيشن دفاعاً هجوماً أو هجوماً دفاعاً الأهل دايماً بيشتغل من هنا كريم بيشتغل من الست بلاي هو المسيطر هو الدوميننت ما بيقاش محتاج إنه يسحب الفرقة معندوش الجناح حتى هذه اللحظة اللي يقدر يحط الكرة تحت رجله عشرين وتلاتين متر ويسحب ويشد الفرقة الفوق لوحده منفرداً دون أن يفقد الكرة جاب لك مثال واحد تعملت أكتر من مرة في الست إمبارات الأولى من الدورة التونسي لكن خلينا جاب لك مثال الراجل بيشتغل إزاي؟ شغال من الجناح اليمين كمل جامل الراجل ما عندوش مشكلة خالص إنه يحط الكرة تحت رجله بص يبدل ماشي بيها عشرين تلاتين متر دون أن يفقد الكرة ما عندوش مشكلة خالص خالص بص ماشي كل ده ماشي بكرة كل ده ماشي بكرة ما عندوش أزمة خالص إنه هو يقدر يسحب الفرقة الفوق ويقدر يشتغل بالشكل والعنصر اللي بيفتقده مرس الكولر في العناصر اللي موجودة سواء في الجناح اليمين أو في الجناح الشمال لكن هراجع أول تاني المركز فاللعيد ده زي ما كلمنا على برونوسافيو كما وصل إلينا أو نمى إلى علمنا إنه خلاص قريب جدا من النادي الأهلي فإذا نضم رسميا محمد الضاوي كريستو للنادي الأهلي فأفضل يلعب فيه هو مركز الجناح الأي أسألك سؤال أخير يلا قبل مختم يفرق إيه عن زياد طوري ومصطفى سعد ميسي قدرة بدنية قدرة على الضغط الاستمرارية اللي إحنا اللي إحنا كنا بنعاني منها التطور هو بيتطور بيطلع ما بيرجعش هو بدأ من الموسم الماضي ظهر بالحالة دي لكن الحالة أصبحت أكثر نجاعة وأكثر فعالية هذا الموسم دور التونسي قوي جدا أظن المعلومة أن الناس كلها عارفان دور التونسي قوي جدا مفرزة بيطلع لعيبة بالكواليتي دي بلعيب ده بالإمكانيات دي في السن دي ربما موجود أسماء كبيرة جدا تم استبعادها حتى من القائمة المبدئية للمنتخب التونسي محمد الضاوي كريستو كان موجود في القائمة المبدئية للمنتخب التونسي وستبعد في اللحظات الأخيرة من الانضمام أنه أشترك مع تونس في كاس العالم رغم صغر سنه